موسيقى 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 هم أنتم هنا؟ هم أنتم حابين تتعلموا تفهموا وتتكلموا باللغة المصرية القديمة؟ بجد طب كويس انتم فاكرين لما حصل في أبريل 2021 موكب مميات القديمة؟ تأكيد فاكرين وفاكرين لما فنانة أميرة سليم قلت تغني باللغة المصرية القديمة والناس تسطي جدا هناك فاكرين يقولوا نفسنا نفهم اللغة المصرية القديمة نفسنا نتكلم اللغة المصرية القديمة نحن هنا في نحي اللغة المصرية القديمة خلال سكيتشات سنبدأ كل حلقة سنخيص هذا الوصول وسنحلل قواعد النحوها ونتمرن عليها بعد كده هنأخذ جزء التمارجي التمارجي دي دراسة بتهتم بتاريخ الكلمات خلينا نتفرج على أول سكتش نهن هتاوه نهن هتاوه نهن هتاوه كوسموس نهن ريكو هيكو مم و اون و اون و اون و اون نه ارق نه ارق ممم اون فيهات 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 سي فيهات ممو فيهات انت صلاب فيهات انت صلاب سيب احب واي اسنا شومنت فتو فتو واي احب 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 شومنت احب احب فتو احب 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 واي احب 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 شومنت احب 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 مانيح تاوي مانيح تاوي كيمة كيمة واي و ايك اسناو هم فل شومن و فخ فتو هم بند واي و ايك اسناو هم فل شومن و فخ فتو هم بند سي ماني مانيح تاوي مانيح تاوي مانيح تاوي اغورا اغورا هش بي پاي هش بي پاي تاوي اغورا 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 تاوي مانيح تاوي بذي عشبي باج باج متابت بي نايد إن تبت ني باج ماء متابت بي بأي وما أن تبت بي تبت 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 أمو اوك 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 لا نحن في اوه 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 تبت 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 سي! ويك! 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 تشبه مت! تشبه مت وغي! وغي! ويك! 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 أشبه پاي! أشبه پاي! ولل ؟ تشبه! تشبه؟ لا! فيدرgency! وزمي fishy! تشبه؟ ثَ pieايئااااااااااااااااااااااااا! فيدر�이크업 زر матери تحب inst مدركني ائFin degradده هرمان 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 همون أشنيني أشنيني ناي هنشغيني لا يمكن أن أشكد لا لدي لدي لديك الأمر الأمر كي شغين 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 امن فيل 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 نانيه طاوي نانيه طاوي عشنا ناهي ناهي هين فيلني سيه ناهي تفلني Nein ... إن أق jede theorتي ... لم ... إنهượ فتى ... そう الفتى ... إنه فتى ... إنه فتى ... إنه أق jede. إنه فتى ... إنه созн ... إنهכול ... إنه فتى ... إنه مفي إنه الذي تم لديه إنهобразины إنه مفي كنت أفعل كنت أفعل افعل كل شيء افعل افعل أعطي و أعطي أعطي و أعطي و أعطي و أعطي أمم أمم أعطي و أعطي أرى لا أز disease أمم أصنا أَحْحْحْحْحْحْحْحْاتِ أَحْحْحْحْحْحَ أمون فcell . فcell . فcell . ف está hammer . ف سي! ناوه 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 ناو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هاي ونحبه هاي ونحبه هاي وما انحبه هاي وما انحبه نح نح امو 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 تاي و بنا تي تاي و بنا تي باي و ما ان بن veg باي و ما ان بن veg هم بن ساب هم بن هم بن هم بن هم بن تشبgirlور تشبه متو جاي نانيه او ايك هنفل وفخ هنبنه او جاي نانيه تقوي اصحابي انتو عرفت عن ايه نانيه تقوي صح نانيه تقوي معناها صباح الخير انت ممكن تتوقع يعني ايه نانيه او انتو عغلي ايو سعيد احنا نجد نق NHS simps احنا نحلل احنا اعلب انا افضل بتطور اللغة المصرية الامة ومراحل اللغة المصرية الامة مراحل اللغة المصرية Herahl الط dated mts اللغة المصرية في العصر الوسط اللي هي اللغة المصرية في العصر المتأخر اللي هي المرحلة الديموتيكية والمرحلة الابتية اللهجات الابتية اللغة الابتية لها لهجات كتيرة أهم لهجات هم اللهجة السعادية واللهجة البحارية احنا نتعلم اللهجة السعيدية عشان اللهجة السعيدية احسن لهجة واحد ممكن يتعلمها من الكتب اساس النحو اللي احنا بناخده في فيديوهاتنا متاخد من كتابين او الكتاب اسمه Introduction to Sahelikoptic by Thomas O. Lampton وكتاب التاني اسمه Middle Egyptian by James P. N لو انتم محتاجين تتعلموا اراية الخط الابتي و اراية الخط الهيروجليفي انتم ممكن تستعملوا الكتابين دول او ممكن تتفرجوا على فيديوهات تانية في فيديوهات كتيرة بتعلم واحد اراية الخط الابتي و اراية الخط الهيروجليفي الموضوع فعلا مش صعب ودلوقتي لكواعد النحو اللي موجودة في السكتش انا عايز اكلمكم في اربع مواضيع او الموضوع هو ادوات التعريف تاني موضوع هو ادوات التنكير ثالث موضوع هو ادوات الاشارة و رابع موضوع هيكون عن الجمل الاسمية اللي مفيهاش فعل اداة التعريف اللغة الابتية لها جنسين في النحو المذكر والمؤنس اول مثل ليه اسم مذكر هو اوك بمعنى عيش واول مثل مؤنس هو بنا بمعنى بلح احنا بنكتب قبل الاسم المفرد المذكر في اللغة الابتية اداة التعريف بمعنى قبل المفرد المؤنس ت او ت و قبل الجمع في الحالتين في المذكر و المؤنس نكتب ان ن او ام بمعنى بنستعملهم لما الاسم يبتدي بحرفين ساكنين يعني بقى كواعد لأداة التعريف هتلاقوها في كتاب في جزء واحد نقطة ثلاثة هو اسم مذكر و بيبتدي بحرف او مايكرون و ابسلون يعني مش حرفين ساكنين عشان كده احنا بنكتب قبل الاسم ومش يعني بايك يبدأ اسم مؤنس و يبتدي بحرف ب والخط فو الان وده يعتبر حرف متحرك يعني يعني الكلمة يبتدي بحرفين ساكنين عشان كده احنا بنستعمل ت ومش ت يعني الاسم يبقى تبنى بايك بتبقى نايك في الجامع وتبنى بتبقى نبنى لاحظوا ان اسم ايك وبنى متغيروش في الجامع مش كل الاسامي بتفضل زي ما هي في الجامع في عدد قليل من الاسامي بيتغير في الجامع لو انتو عايزين تعرفوا اسم معين مذكر او مؤنس انتو لازم تستعملوا كموس في نهاية كتاب لامدن فيه كموس حلو او انتو ممكن تستعملوا كموس ان هنا على صفحة انتو هنا ممكن تدوروا مثلا على كلمة براد اللي هو العيش وتشوفوا ان اسم براد هنا اويك ولو عملتوا تكليك عليها هتلاقوا هنا حرف الام حرف الام يعني ماسكولين يعني مذكر تحت هتلاقوا لينك ازرق اللينك ده هيوسلكوا لمن اهم كواميس في اللغة الابتية اللي هو بتاع ووتا اوين كرام وكمان هنا هتلاقوا ان كلمة اويك كلمة مذكرة في الصفحة اللي احنا كنا عليها قبل كده في حاجة لطيفة جدا اسمها لما فريز ناتوورك غراف لو عملتوا تكليك عليه هتلاقوا ان كلمة اويك بتاخد في المفرد اداة التعريف وفي الجامعة يعني اويك احفظوا دايما ان المفرد المذكر ياخد اداة التعريف اويك المفرد المؤنس ياخد ت او ت وفي الجامعة في الحالتين المذكر والمؤنس ياخد ن او ن نستعملهم لما الاسم يبتدي بحرفين سكنين اوه لو انتو حابين تتعمكوا في كواعد التعريف ممكن ترجعوا لكتاب في جزء واحد نقطة ثلاثة احنا دلوقتي اتكلمنا عن اداة التعريف اداة التعريف احنا بنستعملها لما نحب نقول مثلا الكتاب او الكتب لكن لو احنا حابين نقول مثلا كتاب ما او كتب ما يعني اي كتاب او اي كتب يعني مش كتاب معين ولا كتب معينة في الحالة دي احنا بنستعمل اداة التنكير اداة التنكير مش موجودة في اللغة العربية عشان اللي غير معرف العربي تبقى نكرة لكن اداة التنكير موجودة في اللغات اخرى زي مثلا اللغة الالمانية او اللغة الانجليزية وكمان في اللغة الابتية ادوات التنكير اداة التنكير اداة التنكير في المفرد في اللغة الابتية وفي الجامع وكاش يعني ألم ماء يعني اي ألم مش ألم معين وهن كاش يعني أقلام اي إلمة مش إلمة معينة حاجة مميزة في أدوات التنكير في اللغة الابتية هي ان احنا مش بس بنستعملها عشان نتكلم عن حاجات غير معرفة لكن كمان عن حاجات بشكل عام يعني هنكاش مش يعني بس إلمة غير معرفة لكن كمان إلمة بشكل عام وقو موقو يعني مية بشكل عام لما احنا نحب نقول في اللغة الابتية ده كتاب او دي قطة احنا بنستعمل أدوات الإشارة PAI TAI و NAI هو فيه أدوات إشارة غير PAI TAI و NAI لكن دي هناخدها قدام شوية أدوات الإشارة و جمل الإسمية زي ما احنا قلنا أدوات الإشارة في الابت في المفرد المذكر PAI في المفرد المؤنس TAI و في الجامعة في الحالتين مذكر و مؤنس NAI احنا كده وصلنا لأول جمل لو أنتو حبين تقولوا مثلا دي سمكة هذه سمكة ممكن تقولوا PAI أتبت PAI أو أتبت PAI في الحالة دي PAI اللي هي أداة الإشارة تكون المبتدأ و أتبت اللي هو اسم غير معرف يكون الخبر في الجملة PAI بنسميها حلقة الوصل لما الخبر يتكون من اسم غير معرف احنا لازم نكتب حلقة الوصل بعد الخبر المبتدأ ممكن نكتبه قبل أو بعد تركيبة خبر زائد حلقة وصل لو أنتو حبين تعرفوا أكتر عن موقف الجمل و حلقة الوصل انتو ممكن ترجعوا لكتاب لامدن في حصة خمسة lesson 5 دلوقتي احنا هنتمرن على اللي احنا تعلمناه لو احنا حبين نقول بالإبت شوية فول هنقول إيه صح شوية فول تبقى هنفل طب لو احنا حبينا نقول البطيخة هنقول إيه صح البطيخة تبقى بفخ طب لو احنا حبينا نقول البلحة هنقول إيه صح البلحة تبقى تبنى طب لو احنا حبينا نقول سمكاية صح سمكية تبقى و تبت ناني دلوقتي انا هووريكم شوية حاجات على الشاشة وسألكو اش بي باي او اش تاي او اش ني ناي هنا تبقى اش اداة الاستفهام بمعنى ماذا وانا عايزكم ترد علي بجملة اسمية خليني نبتدي اش ني ناي اش ني ناي صح ناي هنتبت ني ناي هنتبت ني و اش بي باي اش بي باي صح باي او ايك بي باي او ايك بي طب و اش تاي اش تاي اش تاي صح تاي او بنتي تاي او بنتي ناني ودلوقتي احنا وصلنا لجزء الاتمالوجي بتاعنا زي ما احنا قلنا الاتمالوجي بتهتم بيه تاريخ واصل الكلمات انا عايز اوريكو ازاي اللغة الابتية مرتبطة باللغة الميدل ايجيبشن اللي هي اللغة المصرية الوسطى والخط الهيروجليفي وازاي اللغة الابتية مرتبطة باللغة العمية المصرية اللي احنا بنتكلمها النهاردة في مصر انا هنا في كتاب ميدل ايجيبشن باي جيمس بي ان انتو لازم تعرفوا اني في اللغة المصرية في العصر الوسطى ما كانش فيه ولا ادوات تعريف ولا ادوات تنكير لكن كان فيه ادوات اشارة زي ما انتو شايفين ادوات الاشارة كانت في المفرد المذكر في المفرد المؤنس في الجامع في الحالتين مؤنس ومذكر نن نف نفع نو ونع مع الوقت ادوات الاشارة في العصر الوسط اتحولت خلال العصر المتأخر والمرحلة الديموتيكية لادوات التعريف في اللغة الابتية المفرد المذكر اتحول ل P و P المفرد المؤنس اتحول ل T و T والجامع في الحالتين مذكر ومؤنس اتحول ل N و N احنا دلوقتي شوفنا ازاي اللغة الابتية مرتبطة باللغة المصرية الوسطى اللي هي ال و الخط الهيروجريفي و دلوقتي احنا عايزين نشوف ازاي اللغة الابتية مرتبطة باللغة المصرية العمية اللي احنا بنتكلمها النهاردة في مصر خلينا نتفرج على مقطع من فيلم اهل الكمة كسد الكاتب الكبير نجيب محفوظ في المقطع ده شخص هيجي من اليمين ويقول للفنان نور الشريف اش اش عشان هو مستعجب نور الشريف جاب البدلة الجديدة من اين خلينا نشوف انا عمري ما نشيركو اش 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 اللي اعطاك يا عطينا اش جاعتاك متنو اش اخر اياسة واللي خالح يودك والمحفاظة محفاظة محفاظة اش نطقتاني من اداة الاستفهام اش زي من اش بباي و اش اش يعني ايه ده ايه ده اش اش مصطلح احنا لسه بنستعمله النهاردة في مصر في اللغة العمية واصله من اللغة الابتاية احنا دلوقتي شوفنا ازاي اللغة الابتاية مرتبطة باللغة المصرية الوسطى والخط الهيلوغريفي وباللغة العمية المصرية احنا وصلنا لاخر حلقتنا انا اتمنى انتوا تعلمتوا النهاردة كتير وكمان انا اشوفكو في الحلقة الجاية وجاية